بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب نستكمل مع بعض وحدة الاحتمالات ونحتحدث مع بعض فيها اليوم عن بعض الملاحظات الهامة أو الخصائص للاحتمالات هذه الملاحظات أو الملاحظة فيها احتمال أي حدث لا يمكن أن يزيد عن الواحد الصحيح الواحد الصحيح بنصله عندما يكون الحدث مؤكد أو يمس الفراغ العين ولا يقل عن الصفر والصفر نصل إليه وحينما يكون الحدث مستحيل كما أن النسبة M على N هي قيمة الاحتمال هي خارج قسمة عددين غير سالبين العدد M والعدد N وهي أعداد موجبة وبالتالي خارج القسمة سيكون عدد موجب أيضا والM قلنا جزء من الكل اللي هي تمثل الـ N وعلى ذلك فإن احتمال الحدث A probability of A أكبر من أو يساوي الصفر أقل من أو يساوي الواحد الصحيح الملاحظة الثانية أو الخاصية الثانية يرافق كل حدث A قيمة معينة probability of A تسمى احتمال الـ A تحقق الشرطين الاحتمال أو probability of A حيكون أكبر من أو يساوي الصفر احتمال أو probability of A حيكون أقل من أو يساوي الواحد وده تفسير أو توضيح للملاحظة الأولى الملاحظة الثالثة احتمال وقوع حدث مؤكد يساوي واحد وهذا الحدث يمثل فراغ العينة فprobability of S حيكون بيساوي الواحد احتمال وقوع حدث مستحيل حيساوي الصفر أي probability of A حيساوي الصفر الملاحظة الخمسة واللي بتتحدث عن الأحداث المكملة إذا كان A مكمل هو حدث مكمل للحدث A وبتنطق أو تقرأ أحياناً A داش فإن probability of A داش أو احتمال الأي داش بيساوي واحد مائس احتمال الأي فلو قلنا مثلاً أن احتمال النجاح يساوي 90% إذن احتمال الفشل سيكون بيساوي واحد مائس 90% أي المكمل 10% أي أن مجموع احتمال حدوث حدث معين واحتمال عدم حدوثه الحدث هو probability of A واحتمال عدم حدوثه probability of A داش حيساوي الواحد الصحيح مثال وجد في أحد النواد الرياضية القريبة من جمعة الملك خالد 50 طالب منهم 15 طالب من كلية الأعمال 10 طالب من كلية الهندسة والباقي من كليات أخرى اختيرة منهم طالباً عشوائياً اوجد الاحتمالات التالية احتمال أن يكون الطالب من كلية الأعمال كلنا نقدر نقول أنه عدد الطلاب في كلية الأعمال أو من كلية الأعمال المتواجدين في النادي 15 من المجموع اللي بيساوي 50 احتمال أن يكون الطالب من كلية الهندسة هناك 10 طلاب من الهندسة من الخمسين أن يكون الطالب من كلية أخرى هناك الباقي اللي بيمثل 25 طالب وعلى ذلك تكون الإجابة بتاعتي احتمال أن يكون الطالب من كلية الأعمال هنرمز له بالرمز B of A حيساوي 15 من 50 أي بيساوي 0.30 احتمال أن يكون الطالب من كلية الهندسة حيساوي 10 طلاب من الهندسة على المجموع الخمسين الناتج حيساوي 0.20 وسمينا الحدث هنا B واحتماله probability of B احتمال أن يكون الطالب من كلية أخرى هو الباقي هنرمز للطالب من كلية أخرى بالرمز C كان عددهم 25 من أصل 50 إذن الناتج حيساوي 0.50